نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا موذل الله ومن يضلل الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واحتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته خيرا منها عباد الله إن هذه الكلمة من أبلغ علاج المصائب وأنفعه له في آجلته وآجلته عباد الله إن العبد وأهله وماله ملك لله سبحانه وقد جعله عند العبد عارية فإذا أخذه منه فهو كالمعير يأخذ متاءه من المستعير وقال ابن سيرين رحمه الله ما كان ضحك قط إلا بعده بكاء عباد الله إن الجزع لا يرد المصيبة بل يضاعفها وهو في الحقيقة من تزايد المرض واعلموا أن فوت ثواب الصبر والتسليم وهو الصلاة والرحمة والهداية التي ضمنها الله عز وجل على الصبر والاسترجاع أعظم من المصيبة في الحقيقة عباد الله إن الجزع يشمت العدو ويسيء الصديق ويبغض الرب ويصر الشيطان ويحبط العدر ويضيق النفس وإذا صبر العبد واحتسب أقصى شيطانه ورده خاسئا وأرضى ربه وصر سديقه وساء عدوه فهذا هو الثبات والكمال الأعظم لا لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور والسخط على المقدور ثم أعلموا رحمن الله عياكم أن ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما كان يحصل له بقاء ما أصيب به لو بقي عليه ويكفيه من ذلك بيت الحمد الذي يبنى له في الجنة على حمده لربه واسترجاعه فلينظر أي المصيبتين أعظم مصيبة العجلة أو مصيبة فوات بيت الحمد في جنة الخلد وفي التلمذي مرفوع يود ناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرد بالمقاريد في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء وقال بعد السلف لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفلسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تنخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما سميتم من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اعلموا رحمن الله وإياكم أن حظ العبد من المصيبة ما تحدث له فمن رضي فله الرضا ومن سخت فله السخط فحظك منها ما أحدثته لك فاختر إما خير الحظ إما خير الحذيث وشر أو شرها فإن أحدثت له سخطًا وكفرًا فإن أحدثت له سخطًا وكفرًا كُتِب في ديوان الهالكين وإن أحدثت له جزعًا وتفريطًا وتفريطًا في ترك الواجب أو في فعل المحرمات كُتِب في ديوان الهالكين وإن أحدثت له شكايةً وعدم صبرٍ كُتِب في ديوان المفلسين وإن أحدثًا له اعتراضًا على الله وقد حن في هكمته فقد قرع باب الزندقه وأما إن أحدثت له صبرًا وثباتًا لله كُتِب في ديوان الصابرين وإن أحدثت له الرضاء كُتِب في ديوان الراضين وإن أحدثت له الحمد والشكر كُتِب في ديوان الشاكرين وكان تحت لواء الحمد مع المحامدين وإن أحدثت له مهبَّةً واشتياقًا إلى لقاء ربِّه كُتِب في ديوان المحبِّين المخلِصين وفي المسند والترمذي من حديث محمود بن لبيد رأي يرفعه إن الله إذا أحبَّ قوماً ابتلهم فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط زاد أحمد ومن جزع فله الجزع أيها المسلمون إنه مهما بلغ الجزع غايته فآخر أمره إلى صبر الإطرار وهو غير محمود ولا مثب قال بعض العلماء العقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام فأما من صبر فأما لو صبر ومن صبر يصبره الله وفي الصحيح مرفوعاً الصبر عند الصدمة الأولى قال العشعس بن قيس إنك إن صبرت إيماناً واحتساباً وإلا سلوت سلوة البهائم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم ونفعني الله وإياكم بما سمعتم من الآيات والذكر الحكيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولا حول ولا قوة إلا بك وإليك يرجع العمر كله ولا حول ولا قوة إلا بك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا سبحانك لا نحسيسنا أن عليك أنت كما أثنت على نفسك آتي نفوسنا تقوها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ولا حول ولا قوة إلا بك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين با ينقو دياغ الله سبحانه وتعالى منا نيمان غفرانسا منا رونقونجن كانسا درهامانسا منا نيمان سعينسا دقشارين كاوكا مو دمياغو أيوكا مو منا ينسالاتي دسالما أغفيا ينغالي تنسا محمد منزانسا سيراد أمنجن الله ستبت أغرشد ألا ينسا دسابانسا دا ودن دسكب تفرقين سهرزوان تاشا الكيامة باي حكا حتوب الموا يوم تانا مغانا ني بايان وسيا دجنس عراء الله ميجرمالت أو كا تانا مغانا ني أکان هكولي أکان دوكا مصيبات تساهمتون عرا يوارسا أبانجي تبارك وطالا ينأچيوة اللهم أجرني في مصيبتي وخلوفني خيرا منها بابو واني واندزي فاني وانم أمن دونيا ألا مدوكا كيساري ياسنيا أبانجيوة بابو واتداليا دزا تساهمتون دادئي فأچيوة واتموatarانا سيتاساشي کكا يا كباين الله للي ينكي سعمالي دکاري المترجم للقناة 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 المترجم للقناة